أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس وزراء حاكم إمارات دبي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على ما يجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين من علاقات مواد ورواب التاريخية ومصير مشترك وأعرب عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الدعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب بن راشد عن الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال ومؤكدا على ما تحظى به مصر وشعبيها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي ومثمنا دور مصر المحورية في الدفاع عن القضايا العربية وأشهد بمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية ومؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكوفونية لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة وخلال استقباله عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية سليم خلبوس أشهر الرئيس السيسي إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات من جانبه وجه عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية الشكرة لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولز اتفق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك على مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن رئيسي الحكومتين تبادل الأرهاء حول الوضع في أوكرانيا موضحا أنهما اتفق على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا في وجه العمليات العسكرية الروسية ومواصلة الضغط على روسيا بهدف وقف العمليات القتالية فورا وأضف المتحدث أن شولز دع نظيره البريطانية للتعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن نتائج الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس لن تؤثر مبدئيا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا وأكد بلينكين في حديث لقناة كندية أن الجمهوريين والديمقراطيين مصممون على دعم أوكرانيا وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه لا يتوقع تغييرا جذريا في دعم بلاده لكييف قال الزعيم الشيشاني رمضان قادروف إن ثلاثة وعشرين من جنوده قتلوا وأصيب ثمانية وخمسون آخرين في هجوم بالمدفعية الأوكرانية هذا الأسبوع وقال قادروف بيان نشره على التطبيق تيليجرام إن الحادث وقع في منطقة خيريسون الجنوبية يواجه الزمالك اليوم الأهلي على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو زبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري ويسعى الزمالك للفوز باللقاء لمواصلة التتويج بالبطولات بعدما حصد لقبي الدوري والكأس ويأمل في تحقيق ثلاثية تاريخية فيما يطمح الأهلي لحصد اللقب والعودة إلى منصات التتويج المحلية من جديد وتحقيق انطلاقة قوية خلال المسمة الحالية نهاية مجزء التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل